وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال حي لا يموت قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه تعال الذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا وتقدست صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا له النعمة والأمر له النعمة والفضل له الخلق والأمر له الثناء والمجد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة التمام ومسك الختام رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتنص الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار اللهم وكما آمن به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وأوردنا يا رب بفضلك ورحمتك وكرمك حوضه الأصفى ونهره الكوثر واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليالي المباركة على طاعته أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين والمرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله كلمة برنامج أختار فيه كل ليلة كلمة واحدة أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي وحلال عليكم أيها الأفاضل قطف الأزهار وجني الثمار ونحن الليلة على موعد مع كلمة ثقيلة جليلة عظيمة كبيرة إن كلمة الليلة هي الفتوى وتعالوا بنا ابتداء لنؤصل لهذه المفردة الكبيرة تأصيلاً لغوياً واصطلاحياً قبل أن نقف الليلة معاً في محرابها المهيب الكبير الجليل لنستلهم الدروس والعظات والعبر فما أحوج الأمة الآن إلى موضوع الليلة لا سيما ونحن نرى بلا منازع ولا جدال حالة فوضى لا ينكرها عاقل على وجه الأرض في قضية الفتية أو الفتوى وقد تزبب كثير من الناس قبل أن يتحصرموا وبالغ الكثيرون قبل أن يبلغوا والدعو العلم والقدرة على الإفتاء قبل أن يتعلموا فما هي الفتوى لغة واصطلاحاً الفتوى أيها الأفاضل اسم مصدر بمعنى الإفتاء الفتوى اسم مصدر بمعنى الإفتاء والجمع الفتاوى أو الفتاوي بفتح الواوي أو بكسرها الجمع الفتاوى أو الفتاوي يقال أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته وبينت له ما استشكل عليه فيها تدبروا معي جيداً وانتبهوا أقول أيها الأكارم يقال أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته وبينت له ما استشكل عليه فيها ومنه قول الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ومنه قول الله تعالى ولا تستفت فيهم منهم أحد ومنه قول الله تعالى قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون وقد تأتي الفتوى أيها الأفاضل بمعنى تعبير الرؤيا ومنه قول الله تعالى يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون أما الفتوى اصطلاحاً فهي تبيين الحكم الشرعي للسائل بالدليل تبيين الحكم الشرعي للسائل بالدليل أو الجواب الجواب فيما يستشكل على الناس من أحكام الشرع يبقى الفتوى الشرعية في دين الله تبارك وتعالى هي تبيين حكم الله جل وعلا للمكلفين تبيين الحكم الشرعي للمكلفين للسائلين بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأدلة التي سأبينها الليلة بإذن الله تعالى هذا هو تعريف الفتوى لغة واصطلاحة انتبه معي أيها الحبيب الكريم وأنت أيتها الأخت الفاضلة إذا كان الأمر كذلك فأعلم بأن الفتوى لها منزلة عظيمة ومكانة جليلة كبيرة في دين الله تبارك وتعالى وخذ مني هذه المعلومة التي أستهل بها حلقة الليلة حتى تحفر في قلبك وعقلك أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة أقول لكم أيها الأفاضل هل تعلمون أن أول من تولى الإفتاء بنفسه هو الله هذه لفتة أرجو أن تحفر في القلب والعقل إن أول من تولى الإفتاء بذاته جل وعلا هو رب العالمين يا له من شرف يا لها من مكانة يقول الله سبحانه ويستفتونك في النساء قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل الله يفتيكم فيهم وأقول جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فالذي تولى الإفتاء بذاته جل جلاله هو رب العالمين وكفى بالإفتاء شرفا وكفى الفتوى فخرا أن يتولى الإفتاء بذاته ونفسه رب العالمين سبحانه وتعالى ثم تولى هذا المنصب الكبير وهذا الشرف الجليل رسولنا الأعظم ونبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم فكان الناس يذهبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليسألونه عن أمور دينهم ودنياهم فيفتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة بالقرآن وتارة بالسنة وهذه هي أصول الأحكام هذا هو الأصل الأول وهو القرآن والأصل الثاني هو السنة فتدبر معي أيها الحبيب اللبيب يأتي السائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستفتيه في أمر ما وفي مسألة ما فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم السائلة بدليل من القرآن أو بدليل من السنة وها هو القرآن الكريم لازال يتلى وسيظل يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها سجل الله عز وجل فيه بعض المسائل التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل جوابها على رسول الله من السماء وأمره أن يصدر الجواب على السائل بقولة قل تدبر معي بعض الأمثلة يقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة أي يسألونك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الأهلة قل أجب الجواب رباني قرآني قل هي مواقيت للناس والحج وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى أي قل يا محمد قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونه صلى الله عليه وسلم عن ربهم جل وعلا فأقولون له بأبي وأمي وروحي هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه فينزل قول الله تبارك وتعالى في لفتة قرآنية بديعة ما تكررت في القرآن الكريم كله قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني تدبر هذه اللفتة لم يقل له كما في الآيات السابقة وغيرها الكثير لم يقل له جل وعلا قل وإنما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لماذا لم يذكر الله جل وعلا كلمة قل في هذه الآيات كما ذكرها في كل الآيات التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الجواب عليه من الله تبارك وتعالى لماذا لن أجيبكم على هذا السؤال الليلة وإنما سأرجع الجواب على هذا السؤال لكلمة الدعاء فسنعيش ليلة بإذن الله تعالى مع كلمة الدعاء وسيكون الجواب على سؤال الليلة هناك في موضعه بإذن الله تعالى أيها الأفاضل ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يفتي ويستدل على فتواه بالقرآن أو يأتيه سائل ليستفتيه فيفتيه بدليل من السنة ففي صحيح البخاري وغيره أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله متى الساعة فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب السائل فقال بعضهم أي بعض الصحابة قال ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع أي بل لم يسمع رسول الله سؤال السائل فلما قضى النبي بأبي وأمي وروحي حديثه سأل هو بنفسه وقال أين السائل عن الساعة آنفة فقال ها أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال هذا الأعربي الفقيه وكيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد وفي لفظ إذا أسند الأمر إلى غير أهله إذا أسند الأمر إلى غير أهله وأنا أقسم بالله لقد أسند الأمر إلى غير أهله وتكلم ونطق الرويبضات لا في أمر العامة بل في أمر الدين بل في الأصول والثوابت والأركان كما قال سيد ولد عدنان في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة والله لقد نطق الرويبضة والله لقد نطق الرويبضة بل وبسفاهة وجرأة وينطق فيها الرويبضة قيل من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة بل أقول يتكلم التافهون الآن في ثوابت الدين وأركان الدين ويحاول هؤلاء أن يهدموا هذه الثوابت والأركان والأصول ولكن هيهات هيهات ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات الشاهد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم سائل ليسأله في مسألة فيفتيه النبي بدليل من السنة ويأتيه سائل آخر فيقول له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة والحديث في صحيحين فيفتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليه بسؤال انظر إلى حكمته بأبي وأمي وروحي فيقول وماذا أعددت لها فيقول ما أعددت لا كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله فيقول بأبي وأمي وروحي المرء مع من أحب يقول أنس والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ثم قال أنس قولته الجميلة وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وأنا وأنتم جميعا نقول نشهدك يا ربنا أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي وجميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وجميع الأولياء المؤمنين المتقين ونسألك يا رب بحبنا لهم أن تحشرنا معهم وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه أيها الأفاضل ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويتبوأ هذا المنصب الجليل من بعده أصحابه رضوان الله عليهم والتابعون وتابع التابعين والآئمة المجتهدون إلى يومنا هذا بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلا يمكن أبدا أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يمكن أبدا أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة أبناء الطائفة المنصورة في الأمة في كل زمان ومكان لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان بنص حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كما في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذ لهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك إذن الذي تولى الإفتاء بنفسه هو الله ثم تولى هذا المنصب الأسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تولى هذا المنصب الجليل أصحابه والتابعون وتابع التابعين والأئمة المجتهدون من بعدهم إلى يومنا بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة ومن هنا يتبين لنا أيها الأفاضل أن منصب الإفتاء منصب خطير ومنصب كبير وأن الفتوى لها مكانتها ولها جلالتها ولها خطرها اسمع مني هذه الكلمات وأنا أقتبسها من أستاذي وشيخي ابن القيم لله ضره يقول إذا كان التوقيع عن الملوك وأنا أضيف والأمراء والحكام والرؤساء إذا كان التوقيع التوقيع عن الملوك يعني هذا الذي يمسك بخاتم الدولة ليوقع عن رئيس الجمهورية أو عن أمير من الأمراء أو ليوقع ويختم بخاتم الدولة عن ملك من الملوك هذا أمر جلل هذا أمر عظيم إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والرؤساء بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره فكيف بالتوقيع عن رب العالمين وسيد المرسلين بالله عليك هل استوعبت هذه الكلمات والله لو لم نخرج من حلقة الليلة إلا بهذه المفردات التي تخلع القلوب لكفة إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والرؤساء بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره فكيف بالتوقيع عن رب العالمين وسيد المرسلين ماذا تريد أن تقول هل تريد أن تقول لنا الليلة بأن المفتي أي الذي يتصدر للإفتاء يوقع عن رب العالمين إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة يوقع عن رب العالمين جل جلاله يا له من أمر جلل والله الذي لا إله غيره إن الذي يتصدر الآن لإفتاء الناس يوقع عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأنه يقول هذا حكم الله في هذه المسألة هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هل تصورتم معي خطر الأمر وجلال الفتوى لذا أقول لحضراتكم جميعا وانتبهي يا أمة الإسلام لأنني سأحملك في آخر الحلقة أمانة عظيمة ثقيلة وأنت أهل لهذا الفضل إن شاء الله تعالى أقول أيها الأفاضل إن القول على الله بغير علم أخطر من الكفر بالله أنت الذي تقول كلام صعب أو يا مولانا بتقول إيه بتقول القول على الله بغير علم أخطر من الشرك أخطر من الكفر أيوة نعم وأنتم تعلمون أنني لا أقول كلمة إلا بدليل بإذن الله أقول القول على الله بغير علم هذا الافتئات على الله والاجتراء على الله بغير علم أخطر من الشرك بالله ما دليلك على هذا التأصيل الخطير تدبر معي قول الملك القدير فلقد رتب ربنا جل وعلا المحرمات في القرآن أربع مراتب انتبه معي أيها المسلم وأنت أيها المسلمة لم يعد يصلح الآن أبدا أن تسأل أي أحد عن دينك ولا يجوز لك أن تسأل أي أحد عن دينك فالأمر دين فانظر يا حبيبي في الله ويا أخت الغالية انظر عن من تأخذ دينك ممن تأخذ دينك الأمر خطير أنت إذا أردت أن تقيم مشروعا بملايين الدولارات أو الجنيهات تبحث عن أكبر المكاتب الهندسية والاستشارية وتعد أكثر من دراسة للجدوى وتبحث عن الموقع وتبحث عن السوق إلى غير ذلك من الدراسات الميدانية المعروفة وهذا أمر جميل لماذا أصبح الدين أهون شيء عندنا لماذا أصبح الدين أهون شيء عندنا وأصبح الإنسان يستفتي في مسائل ورب الكعبة ورب الكعبة لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها الصحابة من أهل بدر عليهم الردوان يتجرأ من يفتيه ويتهاون من يستفتي يتجرأ من يفتي ويتهاون من يستفتي الذي يستفتي لا يستفتي عالما فالمفتي له ضوابط وشروط سأبينها وكذلك من يتجرأ على الفتوى في النوازل والمصائب والأحداث الكبيرة والقضايا الجليلة وهو لا يحسن أن يعرف أصول الأحكام هذا أيضا على خطر عظيم بل ورب الكعبة يقحم نفسه في نار جهنم وبئس المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول لكم لقد رتب الله جل وعلا المحرمات أربع مراتب فبدأ خلي بالك بأهونها أو بأقلها خطرا بالمقارنة إلى بقية المحرمات وإلا فنحن لا نقلل أبدا من خطر أمر حرمه ربنا جل وتعالى لكن بالمقارنة إلى سائر المراتب التي حرمها الله فبدأ بأقلها أو بأسهلها على حد التعبير بن القيم رحمه الله قال تعالى قال تعالى قل قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه قل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذه أول مرتبة من مراتب التحريم تحريم الفواحش الفواحش أمرها جلل أمرها خطير أمرها عظيم والله الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما بطن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن طيب والمرتبة التانية إلا أعلى في التحريم من مرتبة الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق الإثم والظل هذه مرتبة في التحريم أعلى من مراتب الفواحش طيب ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي أشد حرمة من المرتبة الأولى والثانية ألا وهي قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم ختم بأبشع مراتب المحرمات في الآية فقال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مش كده كفاية في الحلقة والله العظيم يكفي والله العظيم يكفي طب حقولي الآية ثاني قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بغير علم افتئات واجتراء أخطر من الشرك لأن المشرك قد لا يضر إلا نفسه فليتحمل نتيجة كفره بين آدى ربه جل وعلا أما هذا المتجرئ على الله القائل على الله بغير علم يضل نفسه ويضل غيره بل قد يضل فئات كثيرة 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 وما أكثر الآن من يتصدر للإفتاء في النوازل والمسائل الخطيرة الكبيرة ويضل بسبب هذه الفتاوى كثير من الخلق وكثير من شبابنا وأولادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذه الفتاوى الخطيرة تملأ الآن كل مكان وكل وسيلة من وسائل الإعلام والعلم والمعرفة وما أيصر هذه الوسائل في عصرنا وزماننا الذي نعيش فيه نعم حقا إنه زمان الفتن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين ومن هنا أيها الأفاضل أكد علماؤنا وسادتنا وأئمتنا على أنه لا يجوز لأي أحد أن يتصدر للإفتاء ولبيان حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يجب أن تتوفر شروط في من تصدر للإفتاء في من جلس ليبين للناس حكم الله وحكم رسوله من هو المفتي؟ لغة واصطلاحا المفتي اسم الفاعل من الفعل أفتى المفتي اسم الفاعل من الفعل أفتى والمفتي اصطلاحا وشرعا هو العالم الفقيه بأصول الأحكام وأدلتها التفصيلية المتصدر لإفتاء الناس وتوضيح ما استشكل عليهم من الأحكام الشرعية بالدليل أو التاني هذا كلام مهم جدا المفتي اسم الفاعل من الفعل أفتى أي مفتي؟ اسم الفاعل من الفعل أفتى فهو مفتي والمفتي شرعا هو العالم الفقيه بأصول الأحكام وأدلتها التفصيلية الذي يتصدر لإفتاء الناس وتوضيح ما استشكل عليهم من أحكام الشرعي بالدليل طب ما هي الأدلة التي يجب على من تصدر للإفتاء أن يكون عالما بها يجب على من تصدر للفتوى في أي عصر ومصر أن يكون عالما بأصول الأحكام ولكن قبل أن أبين هذه الأصول الأربعة أذكر كلاما منيرا لسيد من سادات المفتين ولإمام من أئمتهم لإمام أهل السنة والجماعة لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من أجمل وأرق ما قرأت للإمام قال ينبغي لمن تصدر للفتوى أن تكون له نية يا الله خلينا نبدأ بذيه ينبغي ينبغي لكل من تصدر للفتوى أن تكون له نية خلي بالك بقول إيه بقول فمن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور يا الله يصلون في برامج الفتاوى ويقولون نسمع مين ونأخذ الفتوى من مين هذه أصول ينبغي أن تكون معلومة ثابتة في قلوب وعقول الأمة لتعلم الأمة ممن تأخذ الفتوى من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يفتون السائلين بأصول الأحكام التي سأبينها لحضراتكم الآن ثم قال الإمام بن عبدالبر رحمه الله تعالى كان السلف رضوان الله عليهم لا أخذون العلم من عالم إلا إذا نظروا إلى سمته وعبادته السمت السيمة الهيئة ثم العبادة ولذلك الإمام أحمد نفسه رحمه الله يقول وينبغي أن يكون على من تصدر الفتوى ينبغي أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة ينبغي أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة وأضاف الإمام النووي بعض الصفات الأخرى قال أن بغي أن يكون المفتي الذي تصدر الفتوى مسلما بالغا عاقلا ثم قال لا يقع في شيء من خوارم المروءة إلى هذا الحد وقد أجمع سلفنا الصالح على أن الفتوى لا تأخذ من فاسق أجمع سلفنا الصالح على أن الفتوى لا تأخذ من فاسق ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن من تصدر الفتوى يجب بهذه الأخلاقيات أن يكون عالما بأصول الأحكام وأصول الأحكام أربعة الحكم الأول أو الأصل الأول القرآن الكريم القرآن الكريم هل يعقل يا ناس والله شيء يذهب اللب والعقل هل يعقل أن يتصدر الآن للفتوى من لا يحفظ كتاب الله جل جلاله يا للعجب هل يعقل أن يتصدر للفتوى الآن من لا يحفظ كتاب الله جل جلاله والله العظيم إنها لمصيبة من أعظم المصائب إذا كنا ننادي بالحجر الصحي على أصحاب الابتلاءات بالأمراض المعدية ننادي بالحجر الصحي فنقول الحجر على من يتصدر للإفتاء وهو ليس حافظا لكتاب رب الأرض والسماء والله أولى والله أولى إبقى لابد أن يكون المتصدر للفتوى عالما بكتاب الله تبارك وتعالى بعد حفظه له لأنه كيف يستدل بالأصل الأول ألا هو القرآن إلا إن كان حافظا لكتاب الله جل وعلا وعالما بأحكام القرآن أو بما فيه من الأحكام كالمجمل والمبين والعام والخاص والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ لا يجوز أبدا لرجل تصدر الإفتاء أن يكون جاهلا بهذه الضوابط في كتاب ربنا تبارك وتعالى وإلا قد يفتي دون ما تفرق بين ناسخ ومنسوخ أو بين مجمل ومبين أو مطلق ومقيد أو عام وخاص ولذلك أنا أقول دائما قد يكون الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى وقد يكون الدليل صحيحا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قد يسحب من تصدر للإفتاء هذا الدليل دون فهم دقيق ووعي عميق وتحقيق للمناطات العامة والخاصة التي لا بد لا بد من تحقيقها والربط بينها ربطا صحيحا وبين دلالات الواقع حتى لا نوقع الناس والأمة في حرج بالغ يبقى أول أصل يجب على من تصدر للفتوى أن يكون عالما به كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم الأصل الثاني السنة السنة هل يعقل أن يتصدر إنسان للفتوى وهو لا يحفظ شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يعقل هذا أبدا لا بد أن يكون من تصدر الإفتاء عالما بالسنة عالما بالضعيف عالما بالصحيح عالما بالحسن عالما بالموضوع حتى لا يبني حكما كاملا على حديث الموضوع وما أكثر هذه الفتاوى التي تبنى على أحاديث موضوعة مكذوبة وما أكثر هذه الأبحاث التي تسود بها الصفحات وقد بنيت في الأصل على حديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصل الثالث من الأصول المهمة الإجماع لا بد أن يكون المتصدر للإفتاء عالما بموارد الإجماع ومواطنه وكذلك عالما لا أقول بكل مسائل الخلاف فقد لا يستوعب عالم ذلك لكن بجل مسائل الخلاف فعلماؤنا يقولون ما اجتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف ما اجتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف لماذا؟ حتى يقف المفتي عند مواطن الإجماع إذ لا يجوز له أن يخالف مواطن الإجماع في الأمة وليجتهد هو بعد ذلك في مسائل الخلاف فالاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمتنا لا أخوة وباب الاجتهاد مفتوح لا يغلق إلى أن يرث الله الأرض من عليها والمجتهد له شروط وله ضوابط ولذلك لابد أن يكون عالما بالأصل الرابع ألا وهو القياس ليكون بصيرا برد الفرع إلى الأصل ورد المسكوت عنه إلى المنطوق والمجمع عليه فلابد أن يكون المتصدر للفتوى عالما بكتاب الله جل وعلا عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عالما بمواطن وموارد الاجتهاد الإجماع التي أجمع عليها سلفنا الصالح عالما بكثير من مسائل الخلاف ليجتهد هو محققا أدوات الاجتهاد أو محققا ضوابط وشروط الاجتهاد فبابه لا يغلق ثم يجب أن يكون عالما بالقياس هذه أصول الأحكام الأربعة وقد أضاف إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله شرطا مهما جدا فقال وينبغي بالإضافة إلى كل ذلك أن يكون عالما باللغة لأن الشريعة عربية لابد أن يكون عالما باللغة باللغة العربية فمن لم يضبط اللغة قد يضل ويضل ولا تستهن باللغة ولا تستكثر ما أقول لا تستكثر ما أقوله الآن لقد جاء رجل إلى المدينة النبوية فطلب أن يقرأه أحد شيئا من القرآن أن يقرأه أحد شيئا من القرآن فقرأ عليه أحدهم قول الله تعالى في صورة التوبة أو صورة براءة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام فقال هذا الرجل أو قد برئ الله من رسوله فأنا أبرأ مما برئ الله منه فلما علم عمر بن الخطاب بذلك قال ائتوني به ثم قال له عمر أتبرأ من رسول الله يا رجل قال يا أمير المؤمنين لا تعجل علي فلقد طلبت أن يقرأني أحد شيئا من القرآن فأقرأني هذا قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فقال لا لا يا أعربي ما هكذا أنزلت فقال وكيف أنزلت يا أمير المؤمنين قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أي الله ورسوله بريءان من المشركين فقال الأعربي وأنا أبرأ مما بريء الله ورسوله منه فأمر عمر بن الخطاب من هذا اليوم ألا يقرأ القرآن ألا يقرأ الناس القرآن إلا عالم باللغة إلا عالم باللغة فشكلة واحدة قد تغير المعنى تماما فلا تستهينوا باللغة ولطالما قلت لأحبابي وإخواني من أهل العل وأهل الدعوة وأهل البلاغ عن الله تبارك وتعالى احرصوا على اللغة العربية وعلى أن تحدث الأمة بلغة القرآن فالله جل وعلا أنزل القرآن عربيا كما قال بلسان عربي مبين ولا يستطيع أحد أن يتهم الأمة كلها بأن الأمة لا تفهم القرآن بأن الأمة لا تفهم القرآن ليس بالضرورة أن يستوعب كل فرض في الأمة كل لفظة ومفردة في كتاب الله جل وعلا لكنه بفضل الله يستوعب المعنى العام وإن تشكل عليه معنى ذهب إلى العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لأن اللغة جليلة وحاول أعداؤنا بكل السبل أن يحول بين الأمة وبين اللغة لأنها لغة القرآن وحاول أولئك المحتلون لبلاد المسلمين إلغاء اللغة بكل سبيل ولكنهم بفضل الله لم يفلحوا ولن يفلحوا الشاهد أيها الأفاضل هذه بعض الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر في من تصدر للإفتاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء وإنا لله وإنا إليه راجعون ولذلك والله العظيم موت العالم مصيبة من أعظم المصائب في الأمة إذا مات العالم الرباني مصيبة من أعظم المصائب التي تصيب الأمة إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وفي لفظ حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا إنها كارثة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم بسبب الفتوى بغير علم بسبب الفتوى بغير دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله أو إجماع أو قياس بفهم دقيق ووعي عميق لمراد الله تعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله حين أعرض حالي أنا وحال زماننا على حال سلفنا بعلمائه العاملين المخلصين الصادقين والله يكاد القلب أن ينزف دمه وتكاد العين ورب الكعبة أن تبكي دمه سبحان الله سئل الشعبي وهو من هو في مسألة فقال للسائل لا أدري فقال له الرجل أنت تقول لا أدري وأنت فقيه أهل العراق لا تستحيي أن تقول لا أدري وأنت فقيه أهل العراق قال لا 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 أستحيي فالملائكة لم تستحيي حين قالت لربها جل وعلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بل والصحابة أيها الأفاضل هم الذين علمونا وعلموا هؤلاء المخلصين هذا الأدب العالي وهذا الإخلاص وهذا الفهم الراقي يأتي سائل ليسأل عبدالله بن عمر وهو من هو فيقول يا عبدالله أتارث العمة أتارث العمة فيقول عبدالله بن عمر لا أعلم اذهب إلى العلماء فاسألهم فيقول السائل أنت ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم فمن أنت إن لم تكن رأسا من هؤلاء العلماء هذه الزيارة من عندي أنا بقول له أنت تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك والله لا أحسن جواب مسألتك فانصرف السائل يضرب كفا بكف فلما انصرف قبل عبدالله بن عمر يد نفسه قبل يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا أدري الله الله أين نحن الآن من هذا الأدب سئل عما لا يدري فقال لا أدري محمد بن القاسم إمام من أئمة الفقه السبعة بالمدينة النبوية يأتيه سائل فيقول له لا أدري فيقول السائل أتيتك من مكان كذا وكذا وأنت تقول لا أدري قال نعم والله لا أدري قال وماذا أقول لمن خلفي قال ارجع إليهم فقل يقول محمد بن القاسم لا أدري فلما انصرف السائل قال له بعض جلسائه في مجلس علمه والله ما رأيناك أنبل منك في مثلي والله ما رأيناك أنبل منك اليوم والله ما رأيناك أي في مجلس آخر أنبل منك اليوم إنه النبل أنه الصدق أن يقول لا أدري وإذا ذكر العلماء يا أحبابي فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب يتلألأ في سماء العلم ورأس كبير بين العلماء العاملين الربانيين يكفي أن تعلم أن تلميذه الشافعي ومع ذلك يقول الشافعي تلميذ مالك صحبت مالكا فسئل في ثمان واربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري مش أجاب في اثنين وثلاثين مسألة لا قال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري معرفش وهذا الشافعي إمام الدنيا الذي قال في حقه إسحاق بن رهوي قال لأحمد لأحمد بن حنبل تعال يا أحمد لأريك رجلا يقول له أحمد يقول لإسحاق تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله يقول إسحاق بن رهوي فأراني أحمد الشافعية فجلسنا في مجلسه فتناظرنا في الحديث فلم أرى أعلم منه فتناظرنا في الفقه فلم أرى أفقه منه فتناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة ووالله ما رأت عيناك مثله هذا الشافعي الذي كان الإمام أحمد وهو تلميذه يدعو الله له أربعين سنة حتى سأله ولده عبد الله يا أبتي من الشافعي هذا الذي تدعو الله له في سجودك قال يا بني إن الشافعية كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس هذا الذي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس يأتيه سائل أيها الأفاضل في مجلس علمه فيسأل السائل الشافعية في مسألة فيصمت الشافعي يسكت فيقول السائل ألا تجيب وارحمك الله فيسكت الشافعي فيقول السائل ألا تجيب وارحمك الله فيقول الشافعي انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي ام في جوابي هؤلاء هم الابرار الاخيار من قال من اخطأ لا ادري اصيبت مقاتله كما قال الامام مالك من اخطأ لا ادري اصيبت مقاتله يعرض نفسه لخطر عظيم ولامر جسيم ورب الكعبة لا يستحي الصادق ابدا الذي يتصدر للافتاء ولتعليم الناس مراد الله ومراد رسوله لا يستحي الصادق ابدا الرباني المخلص ان يقول لا ادري ساجبك غدا في الاسبوع القادم في الشهر القادم في العام القادم ولا حرج حتى يتعلم حتى يكون امينا في النقل عن الله ورسوله حتى يكون مخلصا صادقا في بيان مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما الامة الان فقد ابتليت بكل اسف بطراز النكد بطراز النكد من الخنف شاريين الذين يفتون في اي شيء وبغير دليل وبغير علم ويذكر بعض سادتنا ان واحدا من هؤلاء الخنف شاريين الذي كان لا تورع ان يفتي في كل شيء بل ربما يشرع في الاجابة على السائل قبل ان ينتهي السائل من بيان سؤاله او طرح مسألته فعرف بعض اهل الفضل خطر هذا الرجل وارادوا ان يبينوا للامة خطره فاختلقوا كلمة لا اصل لها لا في اللغة ولا في الاصطلاح وذهبوا الى هذا الرجل في مجلس علمه وقالوا له نود ان نسألك عن الخنف شار فقال ماذا قالوا الخنف شار كلمة اختلقها بعض اهل الفضل ممن سألوه في التو واللحظة ليبينوا للناس كذب الرجل فقال الخنف شار نعم نبت طيب رائحة ينبت في اطراف اليمن عشان تاخد الجواب انت ساكت انت رح تدور فين في اطراف اليمن على الخنف شار واللغير تاخدها وتسكت خلاص نبت طيب الرائحة ينبت في اطراف اليمن اذا اكلته الابل عقد لبنها كما قال شاعر اليمن لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنف شار وقال فيه ابو داود الانطاق في تذكرة كذا وكذا وقال فيه فلمن العلماء كذا وكذا وقال فيه النبي صلى الله قال اسكت يا كذاب يا جراب يا عياب كذبت على هؤلاء جميعا فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القائل من كذب علي متعمدة فليتبوأ مقعده من النار ان الله وان اليه راجعون وقد تعرض الان على الامة مسائل ونوازل متجددة يتجرأ للافتاء فيها بعض الافراد بعض الافراد ممن لا ينبغي ابدا لهم ان يتجرأوا في مثل هذه النوازل والمسائل وانما ينبغي ان تصدر هذه الفتاوى من مجامع فقهية من هيئات للافتاء ولذلك انا اطالب الان الامة كلها في ظل هذه النوازل خطيرة وهذا الكلام في غاية الخطورة ما اؤصله الليلة ورب الكعبة في غاية الخطورة لا يتوقف عند مجرد فتوى لا بل يترتب عليه دماء واعراض واموال يترتب عليه امور جليلة خطيرة فالامر دين الامر دين بل ان شئت فقل جنة او نار انا اقول في ظل هذه الفوضى التي تشهدها الفضائيات الان وانت تسمع الان فتاوى شاذة لا قدم لها ولا ساق ولا ادلة عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من اجماع ولا من قياس ايعقل ايها الناس ان يقال بان السجارة الواحدة لا تفطر الصائب واتنين ما يفطرش الصائب وتلاتة مش حرام بس لو شرب الربع يبقى حرام لان السجارة الواحدة مكروه واتنين مكروه وتلاتة مكروه واربع مكروه يبقى كله حرام ما هذا السفا ايعقل ان يقال بان قبلة الشاب لزميلته الجامعية ليست حراما قبلة او اتنين او تلاتة ما فيش مشكلة بس لو زود عن كده يبقى حرام ايعقل هذا يا ناس ايعقل هذا ايعقل ان يستفت في مسائل الطلاق من لا يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل فيذهب رجل الى رجل اخر ليفتيه ويخبره بانه قال لمرأته انت طالق بصيغة الانجاز مباشر يمين مباشر انت طالق فيقول له كفر عن يمينك بيطعام عشرة مساكين او سم ثلاثة ايام ايعقل هذا يا ناس ايعقل ان يتصدر الافتاء في هذه المسائل الكبيرة من لا يحسن البيانة عن الله ورسوله انا ارى ان تجمع الامة الان على مستوى الدول العلماء المخلصين ممن شهدت لهم الامة بالعلم والاخلاق والمروءة والدين ان تجمع الامة على مستوى الدول هيئة من هؤلاء العلماء بغض النظر عن دولهم وعن انتماءاتهم وعن وظائفهم ليس بالضرورة ان يكونوا من سادتنا ومشايخنا من علماء الازهر فقط لا بل منهم ومن غيرهم ممن شهدت لهم الامة بالعلم والخلق والدين والمروءة وان يجتمع هؤلاء الافاضل في هيئة تسمى باي اسم انا لا اريد ان تقتصر هيئة العلماء او هيئة الافتاء على في اي دولة من الدول على علماء هذه الدولة ولا اريد ان يكون المفتون في هذه الهيئات موظفين بل يجب ان تضر عليهم الدخول المغنية الواسعة ليعيش هؤلاء بكل غنى وبكل كرم لتكون فتاواهم منضبطة بالقرآن والسنة لا مزورة لحاكم او لذوي هوى او لذوي سلطان ثم لتكون الفتاوى ليست مقصورة على الحيض والنفاس وهلال شهر رمضان ودخول الاشهر العربية بل يجب ان تكون فتاوى هذه الهيئة التي تختارها الامة من العلماء على مستوى الامة ممن يستقلون فيه رواتبهم وفتاويهم عن كل سلطان وعن كل حكومة وعن كل دولة يجب ان تكون فتاوى هذه الهيئة الموقرة الجليلة من العلماء الربانين في الامة وما اكثرهم بفضل الله يجب ان تكون هذه الفتاوى في كل جانب من جوانب الحياة بدءا بالجوانب السياسية لا نبغي ان تقتصر فتاوى العلماء لان هذا امر نراد حين لا ترى الامة الفتاوى من العلماء الا في دخول رمضان وخرج رمضان ودخل شوال وخرج شوال وفي الحيض وفي النفاس هذا امر يراد لاسقاط هؤلاء العلماء في قلوب عقول الامة انما يجب على العلماء وعلى اهل الافتاء ان يبينوا الحق في كل نزلة وفي كل مسألة من المسائل الان فيه اتفاقيات مع اليهود لا يجوز للساسة فقط ان يبينوا وان يتكلموا في مثل هذه النوازل ومسائل بانفسهم ومن انفسهم وبتلقاء انفسهم بل هذه مسائل تهم الامة فلتصدر فتوى من هؤلاء الافاضل الاجلاء من العلماء من اهل الذكر ما حكم التفاوض الان مع هؤلاء اليهود ما حكم التعامل معهم اقتصاديا ما حكم التصدير لهم والاستراد منهم الى غير ذلك ما حكم التعامل مع جيش يعتدي او يحتل ارضا من الاراضي لا اريد ان تختزل الفتاوى في مثل هذه المسائل التي يجيب فيها اي طالب علم من الطلاب وهذا امر يقلل من شأن الفتوى ويقلل من مكانة اهل الافتاء الكبار في قلوب الامة لا سيما في قلوب الشباب انا اقول ذلك لحماية شبابنا لحماية اولادنا لان الشباب الان فقد الثقة في من يتصدر الافتاء فقد الثقة اذا اخطأ شاب من شبابنا في اي موقف من المواقف حتى ولو كان خطو حركيا لن اصحح الخطأ بقوله ده شباب بصايع معذرة في اللفظ لانها قلت بالحرف ده شباب قليل الادب ده شوية سمكرية دول شوية حددين دول اوليلة ادب دول مطرب ما ينفعش هذا يا اخي يا حبيبي هذا لا ينبغي ان يصدر من رجل يتصدر الان لافتاء الناس لا يجوز بل يجب على من تصدر الافتاء ان يبين الخطأ لأولادنا وشبابنا وان يبين الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يا ولدي كافر محارب له حق وهذا كافر ذمي له حق وهذا كافر معاهد له حق وهذا كافر مستأمن له حق ونبين الاحكام بتجرد وبدون هوى ولذلك اؤكد على ان تكون هذه الهيئة هذه امنية ما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى ان يحققها وان يقذف هذه الكلمات في قلوب بعض اهل الفضل ممن يتابعون او ممن يبلغون بعد ذلك لا ادري ما علي الا ان ابلغ وان ابين الحق وان ادع النتائج بعد ذلك بادب لله سبحانه وتعالى واكد على ان تكون هذه الهيئة او هذه اللجنة او سمها ما شئت على مستوى الامة هيئة مستقلة عن اي حكومة من الحكومات ويتقاضى اهل هذه الهيئة من العلماء رواتب مجزية لتغنيهم وليكن من الاموال الموقوفة ليست من اموال حكومة من الحكومات من الاموال الموقوف بل وانا اقول الامة بفضل الله عز وجل مستعدة لاغناء هؤلاء لاغناء هؤلاء وما اكثر اهل الفضل في الامة يا اخي اذا وجد في الامة من ينفق على اللاعبين عشرات الملايين فهناك في الامة من اهل الفضل من هو مستعد للانفاق على العلماء بل مستعد لينفق على أهل العلم دمه وأن يعطيهم قوت أولاده والله في الأمة من هو كذلك لا نبغي أبدا أن نجرد الأمة من فضلية وخيريتها لكن تكون هيئة مستقلة حتى نعيد للفتوى مكانتها ونعيد لمن تصدروا للإفتاء في هذه الأيئة مكانتهم فإذا حدث أمر وصدرت فتوى من هذه الهيئة ويعلم شبابنا ويعلم أولادنا وتعلم الأمة استقلاليتها وربانيتها وصدقها وفضلها وتجردها عن كل سلطان وعن كل هوى تصبح هذه الفتوى ملزمة في الأمة لأن هيبة هيئات الإفتاء الآن ضاعت أنا لا أريد أن أجامل أنا شخصيا أجل علماءنا في أي مكان ورب الكعبة أقبل أيديهم أقبل أيدي علماءنا في الأزهر والله أقبلها وأجلهم وأحترمهم وأقدرهم والله لا أقول ذلك إلا صدقا ويعلم الله صدقي وأقبل أيدي علماءنا في السعودية في بلاد الحرمين وفي غيرها من كل بلاد المسلمين أنا أجلهم وأحترمهم لكنني أتكلم عن واقع شبابنا الآن ضاعت هيبة هؤلاء وهذه الهيئات وهذه الدور ضاعت الهيبة في قلوب أولادنا وشبابنا ضاعت تماما بل أصبح الآن من يتجرأ على هؤلاء وأنتم تسمعون وأنا ابن الصحوة وابن الدعوة وعلى أرضها وفي واقعها أفرح لفرحها وأجرح لجراحها فأنا أتكلم من خلال واقع أنا لا أنظر من مكتب مكيف ففرق كبير بين فنادق أو فقهاء الفنادق وبين دعاة الواقع يعني اللي بينظر وهو في مكتب مكيف مش ممكن أبدا هيكون على بصرة بالواقع إحنا مضخنين في الواقع مع الناس فأنا حين أقول شبابنا ضاعت هيبة دور الإفتاء والعلماء الربنيين الصادقين ضاعت هيبتهم ومكانتهم وأصبحت فتواهم عند كثير من أولادنا فتاوة مسياسة ما قال العالم الفلاني هذا إلا لأنه يريد إرضاء السلطان أو إراء أو إرضاء الحاكم أو يريد منصبا وزاريا أو يريد تحفة سنية من الحاكم أو من فلان ضاعت الهيبة نقول ينبغي أن تعيد الأمة للفتوى مكانتها وينبغي أن تعيد الأمة لمن تصدر الإفتاء مكانته ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا بما ذكرت وأكلف الأمة تكليفا أخيرا ألا وهو آن الأوان يا أمة الحبيبة ألا يسأل مسلم أو مسلمة عن دينه أو عن دينها إلا العلماء الربنيين الصادقين هؤلاء لهم سمت هتسأل العالم عن مسألك قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم تبغير العالم أقول لك أنا أرى ورأيت وأرأيت هذا المذهب الأرائي لا تلتفت إليه هذا ليس دينا يا أخي يا أخي أنت تسأل عن دين تنجو به في الدنيا والآخرة كلمات مكلوم وخواطر مجروح سامحوني فأنا أريد أن لا تكون الكلمات كل ليلة رقراقة سعيدة كالسعادة بالأمس فلقد تعمدت كما أسعدتكم بالأمس أن أحملكم شيئا مما أحمله من جراحي وأسأل الله سبحانه وتعالى كعاشق محب للأمة أن يردها إلى الحق ردا جميلة وأن يرد الأمة إلى العلماء الربانيين ردا جميلة وأن يحفظ العلماء الربانيين والدعاة الصادقين في الأمة لأنهم مرادون الآن في الأمة يراد أهل النفاق وأهل الباطل إسقاطهم بكل سبيل وبكل ثمن لتتشرذم الأمة لأنهم يريدون الفصل بين العلماء وبين الأمة لتصبح مبعثرة فأسأل الله أن يحفظ الأمة وأن يحفظ علماءنا أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يسطرهم بسكره وأن يغنيهم بفضله وأن يكفيهم شر الحاقدين والحاسدين والكافرين والمنافقين والظالمين والمجرمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة